مرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا التعليمي في بيتنا مدرسة اليوم سوف نقوم بمدرسة ونقوم بمدرسة الأولى سوف نكون قريبين جدا من النماذج الموجودة عندنا بالنسبة للامتحان نبص معنا أول سؤال سيجيلك في الامتحان إن شاء الله سيجيلك 10 جمل سيجيلك 10 جمل دول سيكون خمس جمل يخصهم القواعد الموجودة عندنا سيجيلك طريقة أفضل إجابة الموجودة عندنا مطلوب مننا إن إحنا نختار أفضل إختيار أو أفضل إجابة موجودة عندنا من الإختيارات عشان نكمل الجملة نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 سبيك كليرلي سبيك كليرلي ذا كولر كان هير يو وجايب عندي هنا أربع اختارات 2 سو زات اف زات لو بصينا هنا كده هتلاقي أولا مفيش امتحان بيخلو من الجملة دي أو من القعدة دي عموما أنا عشان أقول لكي أقدر أقول لكي دي بطريقتين إن أنا أقول تو تو بيجي بعديها إنفناتف يعني الفعل في المصدر أو إن أنا أقول سو ذات سو ذات معناها لكي برضو بس بيجي بعديها فاعل بعد الفاعل بجيب كان أو كود بلس المصدر لو بصينا على الجملة اللي عندي هنا سبيك كليرلي سبيس ذا كولر كان هير يو وجايب عندي اختيارات جايب عندي تو سو ذات اف زات لو بصينا بعد اللي سبيس هتلاقي عندك ذا كولر اللي موجود عندك دي فاعل بعدها كان بعدها هير الفاعل في المصدر يبقى الاختيار اللي موجود عندنا هنا يناسبنا اللي هو سو ذات على سبيل المثال لو أنا بقول مثلا وي جو تو سكول تو ليرن احنا بنروح المدرسة تو لكي نتعلم لو طلب مني مثلا ان انا مستخدمش تو واستخدم مكانها سو ذات هنبدأ الكلام وي جو تو سكول وبدل تو هنقول سو ذات بس بعد سو ذات لازم اجيب فاعل الفاعل عندي هنا اللي هو ايه وي الجملة اللي موجودة عندي هنا مدارع ولا ماضي لو مدارع هجيب كان ولو ماضي هجيب كد يبقى وي كود ليرن نمبر تو زير كوررسبوندنس اون ذا دسك يوجد كوررسبوندنس مراسلات اون ذا دسك على المكتب احنا عايزين نقول ان كلمات زي كوررسبوندنس كوررسبوندنس الكلمة دي لما باجي عاملها بعملها معاملة المفرد ما بعملهاش معاملة الجمع عندي كلمة مثلا فرنيتشر برضو اعملها معاملة المفرد ما بعملهاش معاملة الجمع يبقى الكلمات دي انا مش بعملها ان هي جمع بعملها معاملة المفرد يعني اجيب لها is ولا are طبعا نجيب لها ايه as but we don't bought an article ما بنحطش قبليها article الarticles اللي هي ال a والان with that نبص كده على الكلام اللي موجود عندي هنا there correspondence on the desk على المكتب جايب عندي هنا is some are some is a aren't any لما ديجي نجاوب السؤال زي ده ممكن نستبعد الإجابات اللي ما تنفعش خالص يعني number be are some aren't any لان فيها are وcorrespondence بعملها معاملة المفرد يعني بجيب معاها is نبص على number c هتلاقي عندك هنا is عاملها معاملة المفرد ولكن جاب بعديها article وانا ما بستخدمش article لقابل correspondence or furniture تشوف كده الإجابة اللي عندنا is some number three بيقول عندي is it cheaper goods by c is it cheaper goods by c عايز أقول إنه من الأرخص أن ترسل البضائع بحرا يبقى is it cheaper وبعد الصفة اللي موجودة عنده هنا الأخيرة er لازم هاجيب to يبقى is it cheaper to send the goods by c number number four number بيقول عندي هنا the capital of Washington عاصمة Washington the capital of space Washington احنا قلنا إنه ما فيش أي دولة بقدر إن أنا أحط قبليها that ما عدا بعض الدول البسيطة ذي مثلا USA لأننا يعني بقصد بيها United States of America United States of America بقدر إن أنا أحط قبليها that عندك بردو Sudan أقول ذا Sudan United Arab Emirates بردو بنفس طريقة بحط قبليها that يبقى الدول ما بقدرش إن أنا أحط قبليها that ما عدا USA اللي موجودة عنده هنا إنما أي مدينة ما قدرش أحط قبليها article لإيه ولا آن ولا ذا نبص كده على الإجابات اللي موجودة عندي the capital of Washington the capital space Washington the capital of USA is the Washington بردو نستبعد الإجابات اللي ما تنفعش خالص عندنا هنا the موجودة قبل Washington نستبعدها تماما the USA is the يبقى هنا بردو USA يجب قبليها the أوكي إنما Washington ما ينفعش أجيب قبليها the بعد كده بيقول عندي في نمبر c the USA is Washington وآخر حاجة عندي نمبر d USA is يبقى الإجابة اللي عندي هنا طبعا نمبر c the capital of the USA is Washington نمبر the company has more computers the company has more computers than it الشركة عندها حاسبات عايز أقول أكثر من اللي كانت معتاد عليه يبقى then it used to then it used to number six we will be happy we will be happy we will be happy سوف أن أكون سعداء أن نمدك بالمعلومات if you عايز أقول لو أنت محتاجة لو بصينا عندي هنا في الجملة دي هتلاقي أن أنت عندك هنا if وأشهر جملة بنقولها دايما في if أن مثلا حد بيكلم ابنه وبيقول له if you study hard you will you will will succeed لو بصينا على الجملة اللي موجودة عندك هنا دي هتلاقي ان انت عندك هنا if ودي الحالة الاولى بعد if اجا study مدارع يعني if بعدها هنا مدارع كما النص الثاني من الجملة هيكون فيه will زائد المصدر لو احنا بصينا على الجملة اللي عندي هنا دي بقول هنا we will be happy we will be happy to supply further information بعد if على طول هنا لازم الجملة هيكون فيها مدارع ليه لانه النص الاولاني من الجملة we will be كان فيها will زائد المصدر we will be happy to supply further information if you need okay number seven number seven number seven he asked there was a discount of large numbers he asked هو سأل there was a discount for large numbers هو بيسأل اذا ما كان هناك خصم على الكميات الكبيرة السؤال اللي موجود عندي هنا ده ده سؤال غير مباشر والجملة اللي موجودة عندي هنا yes or no question بنربط هنا دايما بايه بي wither يعني هو اللي موجودة عندي هنا انا بجيبها علشان معناها الذي او التي وبجيبها للعاقل وذات ممكن تحلم حلها how much سؤال كامل الكمية انما لما يكون عندي السؤال yes or no بربط بي wither معناها اذا ما كان يبقى he asked هو سأل اذا ما كان there was a discount for large numbers number 8 she doesn't have a job she doesn't have a job هي ما عندهاش وظيفة but her older sister اختها الكبيرة is in a big company in a big company انا عايز اقول ان هي ما عندهاش وظيفة ولكن اختها الاكبر منها او اختها الاكبر بتعمل كسكرتيرا في شركة كبرى هنا هنقول طبعا is a secretary 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 number 9 letters الخطابات in english is one of secretaries responsibilities letters in english is one of the secretaries responsibilities انا عايز اقول هنا كتابة الخطابات in english باللغة الانجليزية احد مسئوليات secretary احنا نعرف ان اي فعل ما يوجود عندي مثلا write بمعنى يكتب عايز اقول كتابة تبقى writing يبقى اي فعل عشان احوله من فعل لاسم بضيف له في الاخر ing يبقى write يكتب writing كتابة فلما اقول هنا writing letters يعني كتابة الخطابات كتابة الخطابات باللغة الانجليزية من احد مسئوليات او مهام السكرتيرا number 10 this sentence is so important القملة دي مهمة جدا I am learning about other countries I am learning about other countries عايز اقول انا مهتم بتعلم عن بعض الدول عايز اقول انا مهتم بي مهتم بي interested in الجملة دي ممكن تجيلنا باكتر من طريقة interested in وقلنا معناها مهتم بي بس بيجي بعد interested in دايما verb plus ing الجملة دي ممكن تجيلنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده وممكن تجيلي I am interested in ويجيب لي بعدها اختيارات learn learned learning نختار بعدها على طول طبعا الفعل اللي اخره ايه يبقى I am interested in انا مهتم بي learning تعلم او التعلم about other countries نحاول نتنقل هنا لسؤال تاني dialogs ونشوف هنا بيقول ايه shopkeeper shopkeeper ده الشخص اللي بيشتغل في محل بتكلم معه عادل لما نيجي نتعامل مع ال dialog لازم نقرأ ال dialog كله من اول كلمة لاخر كلمة ونبدأ نتعامل معه ال dialog بالنسبة لنا ان شاء الله مش هيكون صعب ابدا بالعكس احنا يعني مثلا لو زبون دخل محل صاحب المحل اول حاجة بيقول هالو اقدر اساعدك بعد كده بنبدأ ان احنا نتعامل مع ال dialog المهم عندنا ازاي ان احنا نعمل سؤال او ازاي نجاوب على سؤال الكلام ان شاء الله هنعمله مع بعض خطوه خطوه نشوف كده مع بعض قلت لازم ان احنا نقرأ كله من اول كلمة الاخر كلمة شوب كيبر اللي هو الباعة في المحل بتكلم مع عادل بيقول له yes i'd like to buy a mobile yes i'd like to buy a mobile انا اود ان اشتري موبايل بعد كده شوب كيبر الراجل اللي بيشتغل في المحل سأله اسأال قال له black please black please اسود من فضل شوب كيبر what about this one what about this one اه راية كفي ده عادل رد عليه وقال له it's fantastic انه رائع i will buy at هشتري بعد كده عادل سأله اسأال رد الراجل وقال 500 500 500 وبعد كده يبدأ ان هو يتعامل معا عادل رد وقال له yes i'd like to buy a mobile انا عايز اشتري موبايل انا عايز اشتري موبايل بعد كده شوب كيبر سأله اسأال وقال له حاجة عادل رد وقال black please black please اسود من فضلك يبقى عادل هنا سأله سؤال ما اللون اللي انت عايزه الوقت علشان اعمل سؤال اول حاجة بجيبها wh question يعني الاداة اللي احنا بنسأل بها بعد ما بجيب الاداة بجيب auxiliary يعني بجيب فعل مساعد يبقى هنا دي الاداة اللي موجودة plus subject فعل plus ف يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان اكون سؤال انا محتاج اربع حاجات اول حاجة موجودة عندي wh question الاداة اللي انا بسأل بها بعد كده الفعل المساعد اللي هنجيبه الفعل المساعد اللي هنجيبه هيبقى حاجة من الكلام اللي موجودة عندي ده بجيب يا اما دو او does بجيب دو او does الكلام ده بيكون فين في المدارة بجيب did الكلام ده فين في الماضي بجيب will الكلام ده بيكون فين في المستقبل طبعا السؤال اللي موجود عندنا هنا ده ودو طبعا بجيبها مع الجم وبجيبها مع يو does بجيبها مع المفرد المهم ان احنا عايزين هنا نسأل سؤال اول حاجة هنجيبها اللي هي الاداة what color بعد كده هجيب فعل مساعد هجيب فعل مساعد ايه هنا الجملة اللي عندي مدارع طالما ان الجملة مدارع هجيب do او does طيب سيبك دلوقتي من الفعل المساعد يبقى ما اللون انت تريده يبقى هنا space بعد كده you you want يبقى what color هي الاداة اللي احنا جبناها الفعل المساعد مع you هجيب لها do ولا does لا اجيب لها do يبقى what color do بعد كده الفعل اللي هو you بعد كده الفعل في المصدر اللي هو want نبص كده عندنا what color do you want قال له black please shopkeeper what about this one ايه رأيك في ده قال له it's fantastic رائع i will buy it بعد كده سأل اسؤال how much does it cost قال له 500 pounds لو بصنا كده على السؤال هنا هتلاقي ان how much اللي موجود عندك هي WH question does ده اللي هو الاكزيلاري او الفعل المساعد it هو الفاعل و cost الفعل فين في المصدر طيب بعد ال 500 جنيه عادل حيرد عليه هنا ويقول له ايه اتفضل يعني عادل بيتدول الفلوس حيرد الشوب كيبر ويقول له thanks يبقى هنا الراجل رد عليه هنا وقال له ايه يعني عادل هنا هيقول ايه والراجل في الاخر هيقول له thanks اتفضل here you are تشوفها كده عندنا here you are تشوف another example another dialogue رسبشانست موظف استقبال وبرده زي ما احنا بنتكلم عايز اقول ان موظف الاستقبال البائع في محل اول ما بيخش عليه حد بيقول له اقدر اساعدك can i help you وبعد كده بيبدأ الراجل يسأل يشوف هو عايز ايب الزبط فرسبشانست بدأ ان هو يتكلم فسأل سؤال رد مستر باكر وقال yes i'd like to poke a room i'd like to poke a room poke a room poke as a verb بتساوي reserve يعني احجز i'd like to poke a room انا عايز احجز غرفة رد عليه هنا رسبشانست سأل سؤال قال له i will stay two weeks i will stay two weeks سوف اقيم اسبوعين يبقى السؤال اللي كان هنا ايه ما طول المدة التي سوف تقيمها قال له i will stay two weeks بعد كده رسبشانست سأل سؤال قال له my name is بكر سالم اسمي بكر سالم رسبشانست سأل سؤال قال له مستر بكر 55 تحرير ستريت 55 شرع التحرير رسبشانست هير از زكاي ودى له المفتاح خليك خليك معايا هنا في الاول خالص يبقى اول كلام هيقوله رسبشانست او موظف الاستقبال زي ما احنا اعتدنا انه هو هيقوله can i help you رسبشانست سألوا سؤال بعد كده قال له i will stay two weeks انا هعد اسبوعين احنا عايزين نعمل السؤال ده بنفس الطريقة ان انا ابدأ الكلام بال wh question بالاداة بعد الاداة هجيب auxiliary فعل مساعد بعد الفعل المساعد هجيب فعل plus الفعل فين في المصدر فاحنا لو جينا نعمل ده يبقى ما طول المدة how long طيب نجيب بقى فعل مساعد ايه في المستقبل ما طول المدة التي انت سوف تقيمها انت سوف تقيمها انت سوف تقيمها هجيب فعل مساعد will طيب الفاعل انت يبقى how long will you stay how long will you stay ما طول المدة التي انت سوف تقيمها بعد كده سأله قال له my name is بكر سالم يبقى سأله عن اسمه what's your name خليك معايا تحت بقى قال له 55 55 تحرير street هنا سأله سؤال قال له ما هو عنوانك عنوانك ايه يبقى زي ما عملنا بالظبط what's your name بس بدل ما هي name تبقى address what's your address ممكن اغير السؤال ده بسؤال تاني يعني اقول له اين تعيش طيب عايزين نعمل السؤال ده برضو بالwh question اين هتبقى when بعد كده نجيب فعل مساعد do الفعل you وتعيش when do you live where sorry where do you live اين تعيش okay let's move to another question هنيجي بعد كده ل reading comprehension reading comprehension القطعة اللي موجودة عندي والاسئلة اللي موجودة عليها احمد needed a new photocopy احمد احتاج مكان التصوير because a lot of customers لان كثير من الزبائن came into the stationary shop يعني في زبائن كتير بيروحوا عنده في محل التصوير بتاعه four photocopies للتصوير and the old machine والمكنة او الالة القديمة اللي عنده didn't print clearly لم تطبع بوضوح احمد rang 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 as a verb معناه ان هو اتصل او عمل اتصال the sales office مكتب المبيعات at b o s شركة ب o s to inquire about عشان يستعلم عن a new one a new one كلمة one لدي ممكن تجلنا في الامتحان ويجي تحتها خط ويقولك هو بيقصد ايه بكلمة one طبعا هنقول machine او الالة يعني the salesman الباقع recommended 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 as a verb رشح رشح له ايه بقى a Japanese point five oh seven ورشح له مكنة ياباني الموديل بتاعها خمسمية وسبعة he said that وقال their customers او ملقهم were very happy with that سعداء جدا بالمكنة اليابانية احمد managed احمد نجح to get a discount ان هو يحصل على خصم ليه بقى اخد خصم because he said لان هو قال he would collect 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 هيجمع the machine himself يعني هما هيدولوا المكنة كده زي ما هي وهو يروح يجمعها فين في الشغل بتاعه the day after يوم اللي بعد كده he collected it جمعها احمد رانج اجين اتصل مرة تانية he said that وقال the photocopier was on قالت التصوير شغالة but it was only printing blank pages تطبع صفحات سادة يعني مش بتصور the salesman asked احمد سأل احمد if he had but لو كان وضع some ink powder لو كان حط حبر in the machine احمد رد عليه وقال له ink powder حبر بودرة احمد اسكد او اسكد احمد او dear we forgot to do that نسينا ان احنا نحط ده the salesman الباقع explained that he had to put كان يجب عليه انه يضع in the powder before using the machine كان يجب عليه انه يحط ال powder قبل استخدام الالة احمد told his secretary letter we saved a bit of money احنا وفرنا فلوس but next time المرة الجاية i will ask بي او اس هسأل بي او اس to set up the machine تجمع الالة and get it working properly ويخلوه المكانة تشتغل باحكام نشوف كده الاسئلة اللي موجودة عندي هنا number one what did احمد decided to buy احمد قرر ان هو يشتري ايه and why وليه وطالب مني هنا two reasons سببين طب نبص كده في القطعتين معلش احمد needed a new photocopier يبقى احمد كان محتاج a new photocopier طب السبب اي بقى a lot of customers الكثير من العملاء came into the stationary shop for photocopies and the old machine didn't print clearly والالة القديمة لا تطبع بوضوح نشوف كده الاسباب اللي موجودة عندي هنا دي what did احمد decided to buy a photocopier they sold photocopies to a lot of customers بيبيعهم ورق او بيبيعوا تصوير وعندهم عملاء كتير and the old machine والالة القديمة didn't print clearly لم تطبع بوضوح number two was the point five oh seven popular with POS customers يا ترى الالة اللي هي five oh seven كانت يعني لها شعبية عند الناس if so ولو ده كان موجود why ليه لو رجعنا للقطعة هتلاقي برضو عندك هنا ان الكلام على Japanese five oh seven he said that وقال ان العملاء كانوا سعداء بيها ليه قال له yes it was fast لان هي كانت سريعة and reliable ويعتمد عليها and never broke down never broke down ولا تتعطل number three why did Neil give a discount to office needs هنا بيقولك بقى ليه نيل ادى خصم ل office needs ده اسم الشركة اللي اشتغلت نيل ده الاسم ده ما ظهرش ابدا في القطعة ولكن في حد هنا فعلا ادى خصم لحد نيل اللي هو الشركة اللي باعت المكانة التصوير طب ليه ادى له خصم ادى له خصم ادى له خصم احمد collected collected the machine himself لان احمد قرر ان هو يجمع الالة بنفسه okay number four what was the problem with the new machine شوف كده الاختيارات ونحاول برضو نستبعد الاختيار اللي احنا شايفين انه هو غير مناسب المكانة القديمة اللي كانت موجودة عنده what was the problem with the new machine المشكلة كانت في ايه في القلة الجديدة number a it was slow كانت بطيئة it didn't print clearly كانت بتطبع لم تطبع بوضوح طبعا دي المشكلة اللي كانت موجودة في القلة القديمة مش في the new machine it didn't work ما اشتغلتش it worked out it worked but didn't print اشتغلت بس ما طبعتش ايوه هو ده الاختيار بتاعنا it worked but didn't print number five احمد the ink powder احمد space the ink powder احمد احمد يا ترى الحبر نشوف number a didn't know ما كانش عارف اي حاجة عن الحبر ولا number b forgot to put in the ink powder نسى يحط الحبر number c didn't know anything about the ink powder كانش عارف اي حاجة عن الحبر ولا forgot to buy the ink powder نسى انه هو يشتري الحبر لا طبعا number b احمد forgot احمد نسى to put in the ink powder number six احمد had saved some money وفر بعض النقود طبعا عندي هنا had saved some money وفر بعض النقود number five number seven sorry in future في المستقبل احمد will not in future احمد will not في المستقبل احمد لن لن اي بقى number a وتخلي بالك انه هو يعني الجملة دي منفية set up a new machine without help يعني لن يجمع القلم غير مساعدة choose new machines هيشتري آلة غيرها جديدة move equipment pay cash هيدفع كاش طبعا الاجابة عندي هنا انه هو خلاص بقى تعلم الدرس ومعدش هيشتري المكنة ويجمعها لا هيشتريها متجمعها جاهزة على بعضها تعال هنا بقى لل vocabulary ونشوف fill in the spaces with words from the list احنا عايزين نقول هنا ان الكلمات دي لما بنيجي نتعامل معها او السؤال ده لما بنيجي نتعامل معه ان هو بيجيب عندي دائما عبارة عن expressions اول حاجة موجودة عندي هنا application انا عندي كلمة application فورم لما بقول application فورم بقصد بيها استمارة طلب الحصول على وظيفة استمارة طلب الحصول على وظيفة يبقى كلمة application انا باضطر ان انا جيب بعدها كلمة form استمارة الكلمة اللي بعدها اللي موجودة عندي هنا عندي bargain فرصة او صفقة يعني واحد رايح يشتري حاجة فبيقوله ان اللي انت بتشتري ده is a bargain فرصة مش هتلاقيها في مكان تاني بالسعر ده بعد كده عندي هنا draw انا عايز اقول ان معظم الكلمات اللي موجودة عندي هنا كلها expressions يعني الكلمة دي لوحدها draw معناها يرسم ولكن لما اجي اقول draw your attention معناها الحصول على الانتباه inquire inquire يستعلم عنه ولكن inquire عايزين نجيبها بستخدمها حرف الجر ايه انا لما بقول inquire بقول inquire about inquire about يستعلم عنه place كلمة place لوحدها معناها مكان ولكن وهي موجودة عندي هنا كexpression على بعضه بقول place an order place an order يقوم بعمل طلبية ريكماند 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 معناها يرشح انا برشح لك تشتري كذا او اوصي ان انت تشتري كذا بعد كلا عندي معناها مناسب عايز اقول مناسب لي بقول suitable for يبقى suitable بتاخد معنا حرف الجر for مناسب لي كذا اخر حاجة supply supply with supply with معناها يمد ب تمام طيب تشوف بقى اول جملة موجودة عندي هنا i can this disc madam i space this disc madam انا استطيع space هذا الدسك يا مادام it's modern انه حديث and very good value for money يعني عايز اقول ان هو يستاهل الفلوس يبقى هنا عايز اقول لها انا استطيع ان ارشح لك هذا الدسك يا مادام يبقى i can recommend this disc madam it's modern and very good value for money number 2 please complete من فضلك اكمل the وبعد كده راح جايب عندي هنا space form يعني كميلي ايه form so that we may consider you for the job يبقى please complete the application form application form قولنا ان هي استمارة طلب الحصول على وظيفة number 3 بقع هنا بيتكلم وبيقول these earrings these earrings these earrings الحلق are وطبعا earrings الحلق بعملها معاملة الجامع زي ساكس مثلا these earrings are you will not find cheaper ones anywhere عايز يقول لها ان الحلق ده فرصة مش هتلاقيها في مكان تاني ارخص من كده يبقى these earrings are bargain please number 4 please us with information and price list الجملة دي يعني ممكن يساعدنا كتير فيها حروف الجر اللي موجودة يبقى supply us with supply with humid p number 5 i would like to an order i would like to an order for 200 calculator انا اود ان اقوم بعمل طلبية قلنا يقوم بعمل طلبية place and order يبقى ده تعبير لازم ان احنا نحفظه زي ما هو كبه this computer would be هذا الحاسب would be او هذا الكمبيوتر would be very هيكون ايه for our office لمكتبنا it's just what we need هو اللي احنا محتاجين يبقى this computer would be very suitable for يبقى حنقول برضو ان حروف الجر بتساعدنا كتير في اختيار الكلمات number 7 may i هل استطيع انا ان your attention your attention طبعا هنجيب قابليها draw your attention يعني الفة انتباهك او احصل على انتباهك to the fact that the invoice 7023 is still on paid ان الفطورة لم تدفع اللي هي رقمها 7023 number 8 i would like to i would like to اود ان about about opening an account with your company i would like to عندي هنا برضو about يبقى اقول انا اود ان استعلم عن استعلم عن i would like to to inquire about opening an account with your company okay let's move to another question write a paragraph about buying and selling هنتكلم بقى على بارغراف هنا بيكلم عن البيع والشراء buying and selling if company طب نقرى كده بس رأس السؤال الاول write a paragraph about بعد كلمة about دائما هيكون عندي العنوان بتاع البراجراف اللي هو buying and selling طيب لما نجي نتعامل مع البراجراف ونبدأ نحله اول حاجة بكتبها فوق بكتب العنوان بتاع البراجراف نفسه يعني اكتب هنا point and selling الشراء والبيع the capital of the paragraph should be underlined والعنوان بتاع البراجراف لازم ان انا باخد تحته خط تعال بقى نتعامل مع البراجراف ده جملة جملة بدي هنا بيقول لي if company want buy goods an order supplier company شركة want to read buy تشتري goods بضائع an order an order طلب او طلبية يبقى انا عايز اقول لو شركة تريد ان تقوم بعمل طلبية مع مورد هنشوف كده هنا الجملة دي معمولة ازاي if company لو شركة company اللي موجودة عندي دي مفرد ولا جمع مفرد طالما ان هي مفرد يبقى هنحط في الفعل ايه اس if a company wants to buy goods حالا هزهر ان انا بعد ما وصلت الكلمة جودز انا وقفت وقف وانا بتكلم هاخد فيها common واقول they place an order هم يقوموا بعمل طلبية with a supplier يبقى البراجراف اول سطر فيه مفروض ان انا بس سيب فيه مسافة كلمة يعني كده بالضبط وابدى اقول if a company الكلام اللي موجودة عنده هنا لحد الجملة ما بتخلص ومنحط فلسطوب ونبدأ نتعامل مع الجملة التانية فهنا بيقول لي if new customer عميل جديد if new customer يعني عايز اقول لو الشركة دي عميل جديد اول مرة بيشترهم من تاجر جملة مثلا usually pay in advance pay in advance يعني يدفعهم مقدمة يبقى عايز اقول لو الشركة او لو هم عميل جديد هم عادة بيدفعهم مقدمة نشوف بقى الجملة دي معمولة ازاي if the company لو الشركة is a new customer لو الشركة عميل جديد they usually have to pay in advance لاجب ان هم يدفعوا الفلوس مقدمة شوفوا الجملة التالتة company pay supplier deliver goods عايز اقول هنا ان الشركة بتدفع للمورد ثم المورد deliver يوصل الباباة شوف كده الجملة دي معمولة ازاي the company pays the supplier the company pays the supplier الشركة بتدفع للمورد and then ثم the supplier delivers the goods برضو بنفس الطريقة يعني البراجراف ده معظمه مش المعنى بس لا انا عندي برضو يعني grammatical point the company مفرد يبقى pays هنحط اس فين في الفعل and then the supplier المورد delivers الفعل وحطينا في الاخر اس لان the supplier مفرد يوصل البضاعة تعال بقى الجملة اللي بعديها if company regular customer pay in errors يعني ايه بقى if لو الشركة regular customer يعني عميل منتظم يعني لو الشركة دول بياخدوا من المورد ده على طول لو هم عملاء معاه باستمرار مش هيدفعهم مقدما لا هيدفعهم على دفعات يبقى هنا if the company انا ما قلتش لو شركة لا قلت لو الشركة يبقى if the company لو الشركة is regular customer لو الشركة عميل منتظم they can pay in errors تقدر ان هي تدفع على دفعات الجملة اللي بعد كده the supplier sends the goods and an invoice supplier send goods عشان اعمل جملة بيكون عندي ثلاث حاجات دا فاعل وفاعل ومفاول طب ان هنا هقول مورد ولا هقول المورد يبقى the supplier المورد مورد دا مفرد ولا جمع مفرد يبقى نحط في الفعل هنا s يبقى the supplier sends the goods and هيبعت البضائع وفاتورة and an invoice اخر الجملة موجودة في البراجراف customer العميل انا عايز اقول هنا عميل ولا العميل العميل يبقى the يبقى the customer pay the customer دا مفرد ولا جمع مفرد يبقى حنحط في الفعل دا s يبقى the customer pays بيدفع الفاتورة usually within 30 days خلال 30 يوم يبقى the customer then pays the invoice العميل هيدفع الفاتورة عادة within خلال 30 days خلال 30 يوم of received the goods الى هنا اعزائي الطلبة نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا نرجو ان تكونوا قد استفدتم بها والى لقاء اخر ان شاء الله ونستكمل مراجعة the first three units مع تمنيتنا لكم بدوام التوفيق ان شاء الله السلام عليكم